في حمامات كده تدخليها اول ما تشوفيها تقولي ايه ده ده ما ينفعش خالص ده اول كلمة انا قلتها على الحمام ده اول ما شفته ده حمام الشقة الجديدة اللي انا نقلت فيها من فترة قليلة وده كان شكله حواريكم دلوقتي الحمام ده انا ازاي هحوله من الشكل ده انو شايفينه ده لحاجة تانية خالص حاجة كده تحبي تتفرج عليها او تبصي عليها وتقولي ايه ما شاء الله طيب خلينا نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم ده صلاك دلوقتي وخلينا على طن نبتدي الحمام ده ده حمام الشقة اللي انا موجودة فيها دلوقتي عايز اقول لكم ان الحمام ده كان فيه تفاصيل كتيرة جدا يعني صعبة اوي وانا مش عارفة اتعامل معها ازاي اه بصوا كان فيه صرف غسالة كان فيه مكان سخان كان فيه حاجات رجبة وحنفيات واخرام كتيرة جدا في السراميك وحاجات متعلقة وحاجات كل الحاجات دي طبعا انا شلتها من مكانها وتخلصت منها يعني فاتبقى عندي الحاجات اللي هي موجودة في الحمام نفسه مينفعش انها تتشايل فانا دلوقتي بوريكم كمية الاخرام اللي موجودة في السراميك حاجات كتيرة جدا وفشر ومسامير وفتحات كتيرة اوي كل ده في السراميك حاولي اكتر من عشر اخرام كبيرة جدا جوا السراميك اول حاجة عملتها طبعا اننا الحنفية والمحبس اللي كنت شايفينهم دلوقتي شلتهم خالص من مكانهم وطببناهم بالشكل ده طببناهم يعني ركبنا آآ الطابة اللي انتم شايفينها دي تمام كده بصوا انا بريكم شكل الدوش ده كده شكل الدوش وهنا الجزء بتاع المرايا والحود بتاع آآ بتاع غسيل اليدين دي كده المرايا ركزوا برضو فيها عشان هنعمل فيها حاجة دلوقتي خطيرة اول حاجة هعملها ان انا هعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم كده هنضف الحمام يلا بنا دلوقتي نبتدي نعمل ايه هنضف الحمام كويس قوي هنضف سراميك المطاوس ده هنضف الارضيات اللي في واصل بتاعيتها كل لعمة بهدلة وحنضف كل الصدى اللي موجود في الحمام الارض فيها بقع كتيرة جدا مصدية فيها صدى يعني اسفرار الحنفيات وتدوشه زي ما انتم شايفين طبعا المنظر والارض صعبة جدا وحنضف كل التفاصيل دي قبل ما ابدأ اي حاجة معيكم طبعا الحمام ده انا بنضفه من اول ما جيت عادي جدا بس في حاجات انا كنت مأجليها شوية لما اصورها معيكم اه انا بنضف ممكن ااخد مسلا سلك موعين وانضف اوضعك السراميك ادعك الحود الحنفية وكتاع لكن في حاجات بقى اللي هي تفاصيل التفاصيل دي انا كنت محتاجة ان انا اصورها معيكم عشان اواريكم انا غيرت الحمام الحمد لله لشكل ينفع ان احنا نعيش فيه. مش نعيش فيه يعني لأ ندخل فيه. المهم يعني اه طبعا شقة ديات اللي لسه بيتفرج عليها الاول مرة شقة دي ايجار وانا مأجرت شقة ديات لفترة فاكيد مش هينفع عامل تغييرات كبيرة يعني في الحمام ولا في حاجة هنقعد فيها فترة اصلا ومشيئة. بس انا هحاول اعمل الحاجات اللي تخليني انا يعني نفسيتي كويسة من الحمام وقدر اتعامل فيه. انا دلوقتي بنضف كده السراميك الحنفيات الحود والقعدة والبنيو وحنضفه الارضيات وحنضف كل الكلام انو شايفينه دوت دلوقتي وحنشطف دلوقتي سوا ونشوف. عايز اقول لكم ان انا يعني نضفت السراميك ده قبل كده طبعا كزا مرة بس هو عليه تجيير ما بيروحش. انا كنت منضف بايه? كنت منضف بسلك موعين مثلا وكلور. كنت منضف مثلا بسلك موعين وصابون. انا اول مرة حرفية نستخدم القرس في الحمام معيكم في الفيديو ده. عايز اقول لكم ان انا اتفاجأت بحاجات كتيرة جدا ما كانتش بتنضف. وطلعت اللهم مبارك وبقت فضيعة. يعني بقت جديدة. مش بس انها نضفت من الصدى او نضفت من التكلسات اللي عليها او نضفت من اي بقع موجودة فيها. وبس لا هي نضفت ورجعت جديدة. زي السراميك مسلا ده كان عليه تكلسات تحط ايديك كده يعني عليه طبقة اساسا خشنة جدا. ما كانتش بتروح خالص ولا حتى بسلك الموعين. انا عملت حطيت نص شريحة من الالواحة على القرسة زي ما شفته. بدأت ان انا ادعك. بصوا شايفين السراميك وانظروا عاملت زي? اه الدوش ده انا مش اول مرة هخسله دلوقتي انا غسلا قبل كده. بس برضو بيرجع تاني يبقى بالشكل ده. انتم متخيلين? يعني هو مش بينضف النضافة اللي هي يعني المية مية يعني. خليني اقول لكم انا اول مرة هستخدم المستك الاخدر اللي هو بنستخدمه. اه منتج طبيعي طبعا باللمون. وهنستخدمه في ازالة التكالوسات اللي موجودة على الدوش وتلميعه. بصوا معايا كده ركزوا بس انا كل اللي انا عملته بليت القرس وخدت بيه حتة من قلبة المستك. وحبه ان انا ادعك الدوش. وبس كده. ما عملتش حاجة تانية. هخسله دلوقتي احط عليه مية واشطوفه واريكو شكله. طبعا عملت ايه? برضو القرس اللي في ايه ده مبلول وبردو بالمستك اللي انا حطه فيه القرس. وحبه ادعك السراميك اللي حوالين كله. كله. اللهم بارك. اللهم بارك. هتفوه دلوقتي المنظر خطير. انا كنت واقفة مبسوطة جدا. الحمد لله ما استخدمتش كلور. ايدي ما واجعتنيش. انا اصلا الكلور بقالي فترة لما استخدمه على ايدي كده على طول او ايدي تلمسه. صوابعي تتجرح وتتعور حرفيا. فالحمد لله ارحمت نفسي انه الموضوع دوت. عايز اواريكو بصوا السراميك. بصوا اللمع. تعالوا بقى نقرب كده على الدوش واباريكو شكله. دوش شايفين الامر. رجاء الله مبارك. طحفة. يعني انا كنتش متخيلة انا كل مرة بخسله على فكرة ما يجي نرضى في الحمام بعيدا عن التصوير. عمري ما شفته. عمري ما شفته بالشكل ده. عمري ما شفته آآ نظيف بيبيل مع كده وكل التكلسات اللي فيه راح. حتى يارا كانت موجودة معي. فالحمام بتقول لي ايه ده يا ماما ده راح. ده كل النقط السودة اللي كانت موجودة فيها راحت. فعلا فعلا. اللهم مبارك المستك ده حاجة خطيرة جدا. ومشاء الله طبيعي. وما بيبهدلش الايد ولا بيتعب نفسك ولا اي حاجة. منتج مية في المية خطير. تعالوا بينا نشوف بقى بالسوقت ده كان المشهد او المقطع اللي كان موجود في اول الفيديو. اللي كان في حنفية ومحبس كده راجبين جامعة بعض. شلناهم خالص وجبت السباك وراح مطببهم كده يعني افل الحنفية مكان الحنفية بطبه لانها اصلا كنت بتخر مية. وانا دلوقتي حابد انضف الاجزاء اللي هو ركبها دي. ركزوا معايا كده. تحت هنا برضو في جزء كده آآ كان في صرف غسالة هنا او ريولكو دلوقتي وكمان الجزء ده. دعاكت برضو كويس قوي طلعت كل الصدا اللي فيه. بصوا اللهم بارك. ما شاء الله لقات الا بالله. بصوا يا جماعة لامعة السراميك. انا كنتش متخيلة ان الحمام ده قصة ممكن ينضف اساسا. ومش مجدتش متخيلة في صراحة. بصوا بقى الامر. هنجيب فوطة كده والنشف مكان اللي احنا عملناه. وبصوا الجمال بقى. شوفوا لي الحلاوة بقى. انا حبيت الحمام يا جماعة. بصوا الامر. طبعا المنزر يشوفته في الاول بقى كده. فمتخيلين قد ايه فرق جدا في شكل الحمام. هنا بوريكم الدش بصوا شايفين. خلاص يعني كده اما كنت باخسل بالسلك بس كده بلاقي نوات سودة ما بتطلعش. حاجات اللي هو كأنها تحفير كده في السلس نفسه. بس ما شاء الله لقيته بالمستك طلع جدا. بصوا شايفين الكيس ليسود المتعلق في الشباك ده. تعالوا بينا يقول لكم هنعمل بايه. انا كده خلاص خلصت كل السراميك الارديات الحود الحنفية الدش البنيو. وتعالوا بينا ندخل على طول على الاخرام الموجودة في كل السراميك دي. جبت شوية من الجبس. لا اسمنت. اسمنت ابيض. وعجنتهم كده بشوية مية عملتهم عجينة. وبدأت ان انا اسد كل الاخرام الموجودة دي. وامسح كده ما كان هنضف الحمد لله. يعني تاهت كده في السراميك وبقيتش باينة. تعالوا نكمل بصوا هنا برضو يعني كل كل متر في الحمام في خرمين تلاتة. وتسيبي كده متر كمان في خرمين تلاتة. والسراميك في صراحة كلهم خرم. مش عارفة ليه يعني ده انا مكنش برضى خرم خالص في السراميك اساسا ولا في الحيطة ولا برضى خرم في اي مكان اصلا. والله حتى لو عايز اعلق حاجة بس تولى ان المنظر بتاع الحيطة ما يبص في ان انا معلقش الحاجة دي اصلا. فمش عارفة ليه كمية الاخرام دي كلها. بصوا اخرام كبيرة جدا كمان. بصوا في عفرة يعني تقريبا. المهم بجيب كده بصوا شوية من العجينة بتاعت الاسمنت الابيض وبسد بيها الفتحية دي. وبامسح بالفوتر كده وانضف حواليها. جنب الحوض على طول في تلات اخرام كده فوق بعد. عوريهولكو دلوقتي. برضو عملتهم بنفس الطريقة. انا مجرد بس ما استراميك بقى بيلمع قدامي كده. الله مبارك بقيت مبسوطة جدا. بصوا تلات اخرام دول جنب الحوض والمراية على طول. برضو هعملهم بنفس الكلام وتعالوا بينا نسوف الشكل بعد ما خلصت. ايه رأيكم بقى? فرق فرق شاسع. يعني فرق شاسع ان اساسا الاخرام دي ما بقيتش باينة. لما تعملت بالابيض كده مع لون السراميك الفاتح فما بقيتش باينة خالص. سيفين لامعة السراميك. سيفين لامعة كل المحابس والحاجات اللي السلس اللي موجودة او السيلفر اللي موجودة في الحمام. بصوا كده. ده صرف الغسالة اللي قلت لكم عليه. والجزء اللي جنبه ده برضو انا لما عده. طلعت بقى السلم وانا بعمل الخروم دي. جبت الفوتوة بقى ومسحت بيها كل السراميك اللي فوق. يعني انا كده نضفت الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. الشباك طبعا نضفته كويس جدا برضو. ومسحت الازاز والسلك وكل حاجة. وهنا برضو انا كده خلصت ده في الاول. تعالوا وريكم بقى الامر بقى. بصوا بقى انا جبت السطرة الحلوة دي مكنتش تخيل ان انا ممكن ان اصطارت لي على نون الحمام ده. الحمام طبعا لونه كده وفويت فوق او سيمون في 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 اورنج كده. فلاقيت السطرة دي بصراحة حاسيت انها معجزة ان انا لقيتها يعني آآ فرقة جدا جدا في شكل الحمام. اول حاجة تاني حاجة لو اي ضيف داخل او اي حاجة هي هتحس انها حاجزة كده على المكان الشاور ده خالص. في نفس الوقت شكلها شيك ولطيفة ولايقة على الحمام وعملاله كده جوه منظر يعني. تعالوا بصوا على الميراية اللي قلت لكم بعد شوية ركزوا عشان هنعمل فيها حاجة حلوة قوي. بصوا لفوق الميراية ده خطير يا جميع. انا ركبت لفوق الميراية ده بيدي اضاءة حلوة جدا واضاءة هادية قوي قوي قوي. مريحة نفسيا جدا. آآ طبعا نضفت الميراية والرف بتاع الميراية وحارس بقية الحاجات اللي بنستخدمها عليه. وطبعا نشفت بقى الارضيات والحنفيات وكل حاجة. وتعالوا دلوقتي اواريكم التكة الاخيرة والشكل النهائي. جبت الزرعة الامر دي علشان احطها في الحمام كده في ركن عندي فاضي اللي هو جنب صرف الغستالة. جنب الصرف اللي كان فيه موجود فيه غستالة قبل كده تاعت الناس اللي قابلينا يعني. ففيه صرف غستالة في الارض وفيه آآ فيه شد كهرباء. فانا في المكان ده فاضي ومش يعني مش محطوط فيه اي حاجة خالص. وبعيد اصلا عن المية خالص. فانا هحط فيه الزرعة دي. انا جبت الزرعة دي وحركبها بالشكل ده. ويلا بينا نحطها في مكانها ونشوف الشكل النهائي للحمام. يعني شعيز اقول لكم بجد يعني غير النظافة طبعا غير الريحة الحلوة اللي مالية الحمام دلوقتي. شكله بقى حلو. بقى مقبول. شكله بقى يعني معقول. تحسوا كده ان لما حد يدخل الحمام ده يقول ده حمام شكله كويس ويصلح للاستخدام. ده كده مكانها. تعالى واريكم شكل اللمبة بقى لما بتشتغل شكل الحمام عامل ازاي. شايفين الميرية? بصوا الستطارة بتاعت البنيو. بصوا لامعة السراميك شايفين عامل ازاي? ما شاء الله لقاته الا بالله. لو لسه ما حطتيش لايك دلوقتي يحط لايك على طول. اللهم بارك. الحمد لله رب العالمين انا كده خلاص خلصت كل حتة في الحمام تنظفت. ورا الحغض وورا الاعدة في الارض وحوالين البنيو. كل اللي حتة اتنظفت كويس جدا. باوريكم بقى شكل الحمام كده في الاخر. رشيت كده بقى شوية معطر كده في الحمام والريحة بقت خطيرة. باوريكم دلوقتي بقى شكل اللمبة ونطفي النور ووريكم شكل الحمام بعد ما خلصت. موسوطة جدا بالنتيجة بالنسبة لي نتيجة دي مية في المية. الحمد لله رب العالمين ما كنتش محتاجة اكتر من كده في شكل الحمام ولا في التفاصيل اللي صلحتها فيه ولا في الحاجات اللي عملتها فيه. ما كنتش محتاجة اكتر من كده وزي الحاجات اللي كنت نوية من ساعة ما جيت البيت هنا. بقى لي كزا شهر ان انا اعملها في الحمام. ايه رأيكم? لو لسه تسمعين لحد دلوقتي مكملة معايا الفيديو ما تفخليش عليا باللايك. وطبعا حسننا رأيك تحت في التعليقات ولو فيه اي تعليق اي تعزيل اي حاجة انت شايفينها مفروضة اعملها او اغير مكانها اكتبوا لي على طول تحت في التعليقات. ان شاء الله مستانية اراءكم وتعليقاتكم. وده كده الشكل النهائي للحمام. متخيلين انا نفسي تشموا الريحة يعني. حاسين? الارض نشفة. السراميك بيلمع. كل حاجة ريحيتها حلوة. وكل حاجة في مكانها. ومفيش كركبة في الحمام ودي اهم حاجة. مفيش مساحات. مفيش بلاستيكات. مفيش اطباق حاجات كبيرة بتاعت غسيل. مفيش ماية متخزنة. فيش اي حاجة خالص 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 في الحمام. وده بيفرق جدا جدا في شكل الحمام. انا كده خلصت الفيديو بتاعي النهاردة. ونقول اهلا بالعيد. كل سنة وانتوا طيبين. اتواعد عليكم الايام بالخير يا رب. ما تنسوش بقى تتابعوني على تيك وانستجرام وعلى الفيسبوك. احسب لكم اللينكات في اول تعليم. كل سنة وانتوا طيبين ما تنسوش تدعموني على الفيديو ده. مجد والله تعبت فيه جدا ويعايزها رأيكم طبعا. وكل حاجة انا عملتها ازاكم تعلقوا عليها تفصيلة تفصيلة. اصفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وروتيانات جديدة ان شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين. لسه ما عملتش حاجة في البيت او لسه ما خلصتش كل حاجة ما تجهديش نفسك قوي. اعملي على قدك وما فيش حد بيجري ورانا. واحنا طول السنة كده كده بننظف. فما تتعبيش نفسك. اصفكم على خير. سلام عليكم.